دراسة امريكية حديثة كشفت ان علامات الاكتئاب لدى الشخص يمكن اكتشافها من سن السابعة حيث كشفت ان الاكتئاب قد يبدأ في ادمغة الاطفال الذين تقل اعمارهم عن سبع سنوات وهذه العلامات التحذيرية قد تتنبأ بالمشكلات العطفية المستقبلية وبالنسبة العديد من المصابين بالاكتئاب فان الاعراض مثل القلق ونقص الشعور بالمتعة لا تبدأ حتى سن المراهقة الباحثون الامريكيون اجروا دراستهم على مئة طفل ووجدوا انهم يستطعون التنبؤ بالاعراض التي ستؤدي الى الاكتئاب في سن 11 عاما بعد ان قاموا بمسح لادمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر ووجد الباحثون ان 94 طفل من المشاركين في الدراسة عندما تم مسح ادمغتهم عن طريق رنين المغناطيسي ظهر لديهم ارتباط اقل بين جزئين من الدماغ يعتقد انهم يتحكمون في اتخاذ القرار والمزاج ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه الى ان الخلايا تتحدث مع بعضها ما يعني ان هؤلاء الاطفال يديرون عواطفهم جيدا لكن الخفاض تدفق الدم قد يشير الى عكس ذلك حيث اظهر الاطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد اربع سنوات بحسب النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي اجراها الباحثون في جامعة نورث استرن في بوستن بحسب النتائج